بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى يقرأه عليكم مصطفى بن حسن بن قناو الأزهري قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وعلوم يشيخنا في الدارين آمين باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن وفي الخوف من الله تعالى روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجه البخاري وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله وزاد فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال لهم تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وروا ابن واجه عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك فقال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجت معاني في قلب عبد في مثل هذا الموطني إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخافه ذكره ابن أبي الدنيا أيضا وخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الترمذي الحكيم في الأصل السادس والثمانين في نوادر الأصول حدثنا يحيى بن حبيب عن عدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عوف عن الحسن أنه قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ربكم عز وجل لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة حدثنا أبو بكر بن سابق الأموي قال حدثنا أبو مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكر من مناجات موسى عليه السلام أنه قال يا موسى إنه لن يلقاني عبد لي في حاضر القيامة إلا فتشته عما في يديه إلا ما كان من الورعين فإني أستحييهم وأؤجلهم فأكربهم فأدخلهم الجنة بغير حساب فمن استحيى من الله تعالى في الدنيا مما صنع استحيى الله من تفتيشه وسؤاله ولم يجمع عليه حيائين كما لا يجمع عليه خوفين فصل حسن الظن بالله عز وجل ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو أن الله تعالى يرحمه برحمته ويتجاوز عنه ويغفر له وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل في قوله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وروا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عمود الدين وغاية المجد وذروة ثنامه حسن الظن بالله فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله دقل الجنة مدلة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وذلك أن الخير بيده وذكر ابن المبارك قال أخبرنا سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله وإذا كان حيا فخوفوه وقال الفضيل الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحا فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف وذكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا يحيى أبو عبد الله البصري قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال قال أبي حين حضرته الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به وقال حدثنا عمر بن محمد الناقد قال حدثنا خلف بن خليفة عن حسين عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يلقن العبد ما حاثن عمله عند الموت حتى يحسن ظنه بربه عز وجل وقال ثابت البناني كان شاب به رهق فلما نازل به الموت انكبت عليه أمه وهي تقول يا بني قد كنت أحذرك مصرعك هذا قال يا أماه إن لي ربا كثير المعروف وإني لأرجو اليوم ألا يعدمني بعض معروفه فقال ثابت رحمه الله بحسن ظنه بالله في حاله تلك وقال عمر بن ذر يوما في كلامه وعنده ابن أبي داود وأبو حنيفة أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد لا أراك تفعل اللهم اغفر لمن لم يزل على مثل حال السحارة في الساعات التي غفرت لهم فإنهم قالوا آمنا برب العالمين فقال أبو حنيفة رحمك الله القصص بعدك حرام وكان يحيى بن زكريا إذا لقي عيسى بن مريم صلوات الله عليهما عبسة وإذا لقيه عيسى تبسمة فقال له عيسى تلقاني عابسا كأنك آيث فقال له يحيى تلقاني ضاحكا كأنك آمن فأوحى الله تبارك وتعالى إن أحبكما إلي أحسنكما ظنا به ذكره البخاري وقال زيد بن أسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال انطلقوا به إلى النار فيقول يا رب فأين صلاة وصيامي فيقول الله تعالى اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي وفي التنذيل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في باب ثعة رحمة الله تعالى وعفوه يوم القيامة إن شاء الله تعالى باب تلقين الميت لا إله إلا الله روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وذكر ابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم قال قال عثمان بن عفان إذا حضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت ذاده إلى الجنة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون ولقنوهم لا إله إلا الله وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفس بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف والذي نفس بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل علق منه على حياله غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل فصل قال علماؤنا تلقين الموت هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة وليدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة خرجه أبو داود عن معاذ بن جبل وصححه أبو محمد عبد الحق ولينبه المحتضر على ما يدفع به الشيطان فإنه يتعرض للمحتضر ليفتد عليه عقيدته على ما يأتي فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة واحدة فلا يعاد عليه لألا يضجر وقد كره أهل العلم الإكثار من التلقين والإلحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم ذلك عنه قال ابن المبارك لقن الميت لا إله إلا الله فإذا قالها فدعوه قال أبو محمد عبد الحق وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا ألح عليه بها أن يتبرم ويضجر ويثقلها الشيطان عليه فيكون سببا لسوء الخاتمة وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به قال الحسن بن عيثى قال لي ابن المبارك لقني يعني الشهادة ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام ثاني والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه وتكون النجاة به وأما حركة اللسان دون أن تكون ترجمة عامة في القلب فلا فائدة فيها ولا عبرات عندها قلت وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم كما ذكر أبو نعيم أن أبا زرعة كان في السوق وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء فذكروا حديث التلقين فاستحيوا من أبي زرعة فقالوا يا أصحابنا تعالوا نتذاكر الحديث فقال محمد بن سلمة حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا عبد الحمي بن جعفر عن صالح بن أبي ولم يجاوزه وقال أبو حاتم حدثنا بن دار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ولم يجاوزه والباقون سكوت فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي رواية حرمه الله على النار وتوفي رحمه الله ويروى عن عبد الله بن شبرمة أنه قال دخلت مع عامر الشعبي على مريض نعمده فوجدناه لما به ورجل يلقنه الشهادات يقول له قل لا إله إلا الله وهو يكثر عليه فقال له الشعبي ارفق به فتكلم المريض وقال إن تلقني أو لا تلقني فإني لا أدعوها ثم قرأ وألذمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها قال الشعبي الحمد لله الذي أنجع صاحبنا هذا وقيل للجنيد رحمه الله عند موته قل لا إله إلا الله قال ما نسيتها فأذكرها قلت لا بد من تلقين الميت ويذكره الشهادة وإن كان على غاية من التيقض فقد ذكر أبو نعيم الحافظ من حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفسه بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف والذي نفسه بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل عضو على حياله وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضر ملك النوت عليه السلام رجلا قال فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئا ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاسقا بحنكه يقول لا إله إلا الله فغفر له بكلمة الإخلاص ذكره ابن أبي الدنيا بإثناده في كتاب المحتضرين وخرجه الطبراني بمعمى وسيأتي في آخر أبواب الجنات إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهى هذا المقطع من قراءة كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة قراءه عليكم مصطفى بن حسن بن قناو الأزاري جزاكم الله خيرا على حسن استماع وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال